تواصل ميليشيا الحوثي احتجاز عددا من سفون الشحن في ميناء الحديدة منها ما مضى على احتجازها أكثر من ثمانية أعوام وقالت مؤسسة البحر الأحمر المشغلة لموانئ الحديدة أن ميليشيا الحوثي تواصل خطف سفينة تيرين تابعة للشركة الشحن الملاحية اليمنية منذ رابع من الشهر الجارية وكانت السفينة قد وصلت إلى موانئ الحديدة قبل أكثر من عشرين يوما وأفرغت حمولتها بعد أسبوعين من وصولها وكان على متنها خمسة ألاف وسبعمائة وواحد وسبعين طن من الحديدة وتزعم الميليشيا أنها تحتجز السفينة في غاطس الميناء بعد التفريغ بسبب أمر قضائي وكان الاتحاد العام للغرف التجارية اتهم ميليشيا الحوثي بحجز البضائع في المنافذ الجمركية السبيع طويلة وتكبيد التجار خسائر فتحة